يا جبهة الخير، نقول بسم الله والتحدي تعالى تعسرين إن شاء الله نعمله ونجيبه صح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم وهي مقطع جديد من السنجل بلاير حلقة اليوم راح نجلد فيها التنين كيف راح نجلد التنين راح نجلده بطريقة مميزة وعشان هاي الطريقة لا تنسوا تحطوا اللايك واشتراكوا بالقناة هذا الإشي جدا محفزني وشكرا لكم كتير على بتقدموا ليه من ناحية لايكات ومشاهدات بالآخر فترة شكرا جزيلا من كل أعماق قلبي شي سويت خلبي كواليس ما سويت ولا إشي مهم غير إني أفاكت بسبوان الاسكيلاتون بس عشان ألفل لي واجه أطور هون عشان أنا أجيكم بالحلقة وقالكم موات؟ لوتنك ما شاء الله لوتنك وشارنس ها؟ السمايت هاي الله ياخده السمايت بوزبط على إندرمان إندرمان تعال حبيبي أحبك تعال لا تشوزوا تعال تعالي 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 أنا حاولت يعني قدر مستطاع إني ألفل عشان يجي من لوتنك لفلت 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 والحمد لله طلع للويتنك قلت لا واقف هون بالتسجيل بتاخد التطوير هاي عشان انوطق الحدث وهذا تعالي حبيبي لأ انت هيك متدايق أول مرة بحياتي بأشوف إندرمان حامل بشي بلوك وردة حامل وردة شفتوه أنا عليه فيار لا نوكباك أمبريكينج سمايت لوتنك ممكن تجيني صحيح بالمانسى إذا حبين أزلكم الحلقة ورا هاي يعني الحلقة وراها عطول واصل مقطع 6000 لايك وإن شاء الله بتكون الحلقة سنجل بلاير برضو ونروح على الاند وطبعا انتم بتعرف لما نروح على الاند نحكي لنا شوية قصص وزكريات سات معنا فإذا حبين هذا الاشي تحت بالطالقات وحطوا اللايك يعني نوصل 6000 إيش أنا هلا بدأ ساوي بدأ حاول أجيب لي عدد أسرة لأنه حاب أتبح التنين عن طريق الأسرة وإن شاء الله ما نجيب العيد ونتفشل بالحلقة نحكي إن شاء الله تزبط معنا الحركة ما في عنا صوف كفاية فعشان هيك خلينا أجيب الشير ونصير ناخد منهم اللي هو الصوف شير شير ما عندي طب بنعملنا الشيرين إجداء طبعا ليش متحمس ودأتبح التنين لفترة هاي لسبب واحد بس إني بدأ حاول أمشي بالمشاريع سريع أسرع من أهلأ لفترة حالية إحنا بللشنا بدايات عادية هلأ أجيب وقت الشغل الجد لاب الحلقات الجاي بحتاج شغلي من الاند بخلال التسجيل ونتبه التنين وشغلات هاي عشان نقدر نجيبها ونازل الوقت الإشي المهم عندي اللي هي الإليترا والله الإليترا يعني جدا جدا مهمة فعشان هيك بلزمني إن أستنى يجيين الليل عشان نجيب لنا عدد أنذر بير منيح ونروح على الاند عشان نجيب برضو بلز نحتاج بلز عشان نعود ندور على البوابة وإن شاء الله تكون بوابة قريبة عليها ما تكون بعيدة كتير هذا هم والله الصراحة معنا إندر بير عندي ثلاث حبات يعني بحتاج كمان البوابة هي بتحتاج 12 حبة صح؟ وبحتاج إحكي مثلا نحكي 5 عشان نقدر ندور على البوابة يعني بدنا 15 حبة بدنا 15 عين إندر مال خلينا حاليا أروح على النذر أجيب لي اللي هو البلز رود لو بالحلقة المادية لما دخلنا النذر يمكن انت بحتل لي واحدة وعطونا عصايب واحدة اللي هي تاعة البلز رود الحلو بالموضوع إنك صايب أنت مضيح حالك أوكي نرجع فوق نحنا بالحلقة المادية سوينا طريق صح؟ والطريق هذا نسيته اللي هو كان وين؟ من وين المنطقة؟ هيا ورا البوابة من هون أيوا هون في قلعة هذا الحلو بالموضوع إنه قريب كتير على قلعة أنا أهلين حبيبي هلا شفيت؟ بس هيك رذرة بسيطة خمسة سكيلوتون فوق وذرا سكيلوتون خمسة بش واحد ولا اثنين خمسة وشفت هلا اسمونا البليز خلينا أروح له طب صحيب يعني يا شاطر يا شاطر يا شاطر أحلى هي من ضربة بيموت سمايت آي في مش سمايت في معاي والله يشكله سيفي أوي ملا شكله سيف بس مش رح نستفيد منه بالحلقة هاي كتير بس أنا رح نستفيد من اللوتنغ إنه نجيب عدد اندر بير منيح وبرده نستفيد من البليز إنه يجبين لنا بليزات بليز رود وشغلات هاي مناعة التنين مش رح ادمجه بالسيف رح ادمجه بالأسرة زي ما قلت لكم حاول ندبحه بالأسرة حاول هدول أدبحه ما شوف رح ينزلوا روس ولا لا شوفوا شوفوا الرصبان الرصبان مش طبيعية والله الرصبان قوية موت موت هطاني سيف ايجاك تحرقني لا تحكي ليش النوكباك رح يخرب علي والله شكل النوكباك رح يخرب علي يا جماعة الخير شوفوا الرصبان تعال خش اللي خش اللي تعالي جوه تعالي جوه تعالي جوه تعالي جوه تعالي تفهم جوه تعالي ايوه خش ادخل ادخل يأ ها شوفتوا النوكباك قلت لكم رح يخرب علي النوكباك طار رح بعيد رجعلي تعالي 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 اقولك ده احكي لك قصة جميلة جدا 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 ايوه شوف خد لك خد لك النوكباك اللي ما عفل اتنصف الثاني الصهيب تعالي 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 تعلي لأقول لك جبناك سيف تاني لا تزعل لا تزعل تعال قرب مات موت موت وهذا التاني مات بس ما نزلنا اي اشي وهذا ما نزل هذا معنى معنى اربعة اذا حللناهم بطلعوا تمانية بدنا احنا تقريبا خمستاش واجب لي كمان عصايتين هيك بارك ويحتاجهم انا في المستقبل هذا محشور فعشان نضربوا باللوتينك عشانه محشور عشانه محشور عطينا حبتين نحللهم صار مع اتناش بدي كمان بدي كمان بلزمني كمان يلزمني المزيد المزيد نريد المزيد اوكي اتوقع هذول كفاية خلينا بس اتبح هذا الاخير خدلك بعد لا بتبعدوا لا بتبعد لا تبعد خدلك ارتوق والله بتاعف انكم اهريني خدلك حصبي الله نعم الوكيل عليكم حصبي الله نعم الوكيل نحلل هذول معنا 18 عصايتين لا ممتازات سلام عليكم نراكم على خير نراكم على خير لا نريد شيئا منكم الله ياخدكم وين بيتنا بس هلأ شو نساوي حاول اجيب لي اعادة صوف معايا حاول اجيب لي ممكن منحكي سطرين او ثلاث تسطن من السررة ولا لا شوفوا الحركة الافضل ما نعمل اسره نعمل اسره بالاند ليه نعملهم بالاند افضل والله بجهة نظري انا افضل ليش؟ لا ممكن الا عادة الاسرر ما يكفوني اني ادبح الثنين يكونوا معاي خيانات معينة واضطر اني ادبحوا بالسيف وبطلطي الحركة الضابط انه التحدي هاد الضابط فعشان هيك نسوينا تحدينا احنا البسيط واجعنا هون ضيف ممكن تموت يا الضيف انت الجميل في عنا ضيف تاني كمان يا عمي ايش في دربات ضبحنا التاني هلا خلينا نشوف الليل اجه حلو ممتاز ممتاز هاد السيف اللوتنك يا سلام خلينا بس افضل انفتوريا عندي عندي اعتماد يعني مالهاش داعي اندرمان اندرمان اين انت يا اندرمان نريدو ان نقتولك نريدو عينك يا بني اين انت اين انت فلتخرج هنا هلا ما شاعر قلب ولا رابر ولا ايش هاد الكلام بحكي انا يا راب يا شعر يا هو ايش معفى انا عارب بس يعني سالكولي انتو ما تحطموني يعني انتو حاولوا عززوا التحطيم هاد بعدوكم عنو بدناش تكون زي بعض الناس يعني خيان ليوكم عززين هيك حلوين اسطير اوكي حتى الفود عندي عشر حبات لازمني الادبحهم باللوتنج للبأر عند بأر فلازمني البأر ادبحهم في اللوتنج عوشان اقدر ايش يعني اسر اكل لما اواجهات تنين يعني ماي عندنا ولا اندرمان Katy ايش في مساء الله يعني ما في لاندرمانات عشان بدنا نجيبي يعني الانت يايوفيندر اسمها يايوفيندر الي عينه اللي عن الاند هيك اسمها صح زام بو بيليجر كيف حالك تموت امض Regina اخ شوفوا شوفوا بدى حاول اجمع العيون ادبح لي اندرمان وارجع لكم لانه هيك الوضع جدا شوي يعني معقد انا شايفه صراحة يعني والله ما لحق ما لحق طب فتس اجيب عشرة اذا بيانت عندكم اللقطة ولا لا على طور اسمانوني ثلاثة واحد تنين وفي واحد هون الثالث اتحت نازل فتعلوا لي يا اصدقائي المصدصغيين انتو يعامل ليه في الاتبال تربورت والله ما في عليه فاير السيف ما في فاير ما في فاير لا تش خد لك شرد الثاني تعال 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 جاينا معصب ها ها اقرب لأقول لك اعطيني عينك انت موت وفي عندنا هون حرامي خلا ندبح الحرامي هاد ما اخده بلوكاتنا وهدك ابو وردي تستدقوا ما رجع لي ابو وردي ما رجع الحامل وردي بصار وين شرد صار معي اربع عيون نحول هدول قديل بسرر معنا سبع عيون لازمني كمان تمنع عيون كمان تمنع عيون منقول انتهينا الاندرمان الثالث اختفز هي ابو وردي ليك حظنا احنا مأفن هايوه هاي هاد هاد انت كنت تشارد مننا انت تشارد يب هو المعصب تعال 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 لأقول لك ترو تروحوا بالمي المشكلة انه السيف ما في فاير وما في امطار ليه بعمل تليبورت والله منعارف رفع ضغط الله ياخده والله لاصوموا منكم فارم امبر جيكم لعزبكم عزاب قليم عطيكم امبر جيكم جمعت لي 16 اندربير وجمعت لي الصوف من هون طبعا جمعت لي شوي من فوق من عند المسرع تبعتي الصغيرة جدا بس اكتشفت انه مطول فاسويته انه بلشت ازمع صوف من الخرفان اللي عندي هون فيه عند تقريبا 7 خرفان 8 خرفان بالعالم هون من تشرين ستاخد منهم الصوف وجمعت لي الكمية هاي كمية جدا حلوة بالنسبة اني اصوي عدد اسرة مناسب ان اتبح فيها التنين فعشان هيك خلينا اخدلي شوية خشب عشان قدر اصوي الاسرة وانا في الانت وبيدي كمان بحتاج شغلي انه لو تلاحظوا هون عندي الاسهم 31 وكنت ناسي شغلي انه لما طورت السيف كنت تبكر بالموضوع هاد ازا اجاني مثلا سمايت او اجاني شاربنس حلو اني عطول اعمله شاربنس كيف راح اسويه شاربنس طريقة جدا سهلة بعشان انتو بتعرفوه ولا لا اعطينا اول اشي هاد الخشب عشان بنحتاجه بعدين اني بحتاج اسويلي سيف وبعد ما اسويلي سيف اروح اطوره اي تطويره وسهم ايش يكون يعني في شاربنس لو شاربنس 1 عادي ما عندي مشكلة سمايت لا بقى راح نسويها الله هياخدو بحتاج اني اجيب لي ليفر اني كتابت تاني فيه يعني اشي حلو انفينيتي اه برضو معفن يعني انفينيتي لالبو ما شيفه كتير ها فاير اسبك ونوكباك وسميت اي شو هلعفن هاد شو هلعفن هاد حسب يالله نعملو كل فيكم شاربنس اي بق ممتاز والله روح اجيب اكس بي يا جبعة الخير شاربنس اي في وشاربنس اي في معاي مشل سامس في شو بدي احلى من هيك وبيجي عليه نوكباك نوكباك والله يعني نوكباك ارف والله نوكباك انا ما بحبه او بدي اسببه الفود الفود معي خلص وروحت عالبقر اني اجمعلي شوية يعني لحم فتحت الشيس ثلاث لي فيه عند استاك لحم ثلاث انا يعني مدبح ومجهزهم وحططهم يعني عشان اعز يخلص مع الفود اروح ااخده بسرعة والله يعني انا شوفوا بديش حكي اني انا دكي جاي هون قاصد يعني غير اخدلي اكس بي ده اخدلي اسهم لازمني اسهم عشان تعفوا انتو لازم نفجر الابراج تاعت التنين شوفوا هدين كمية البوين اللي عندي صوت ولا كمية محترمة خلنا اقفكي الهلا شوية وقليلا من الوقت اجيب لي يعني اكس بي عشان اذا نطور السيف ونحاول هذا من اسمايت لشارب صريقة جدا حلوة اتوقع الاغلب بيع رفة اتوقع وشوفوا يعني دروع عربة تتكسر فعشان هيك لازمنا رحلة على انتل الحلقة الجاية ان شاء الله اللي احليش تسوي تترك البسية تأفك شوي وتروع المكيف بردت والله بردت بردت هلا عطول جلد التنين اللي لفلت 31 انجيب والله جبناه 32 الله اذا اعطانو 33 بيكونوا ممتازين يالله 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 هينكم انتو فانتاستيكيين ليش لا 30 يعني عجبني الوضع هلا نطور السيف ممكن يعني اطور كمان كتابة طلعن اشي حلو زي انبريكينج يعني بش موجود بالسيف ندبج وشاغلات حلو هات موجود في أبريكين جايب موجود جاهز اصلا هات يالله اي صاحب يالله 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 يالجي التنين بالسرير والله لا.. فجرو لا صحيب لا تحلف لانه يمكن يجيب العيد وانت تنفجر فيه صاحب لانا نخذرنا بلوكات كمان عشان الحركة تصبح غير ببلوكات بلوكات وسرير عشان نقدر نفجر التنين بدونهم انت بتنفجر وش التنين بالفجر صحيب نحط السيف مع نوكبة والله النوكباك ورانا ورانا يا جماعة الخير ورانا ورانا خلينا شوف الهاند ان بريكنك طيب شوفوا الحركة نحط الشارمس اول اشي بعدين نحط السمايت بجيك ايش الهو شارمس بس اذا حطيت السمايت اول اشي بجيك السمايت فهدي هي الحل انه نقيم التطويرات السمايت ونحط بدلها شارمس هدي هي الحل وحل يعني لا بأس فيه يعني ممتاز جدا يحرق هدول مالهم مش داعي بس بحتاج من هون الهو استاذ كابلستون اخدنا شوي عشان يعني نبني طريق اوو ديهم خلي بس انا ادوار هلى على البوابة اذكرت شغلي الله لا يوافقك نكسرتها طول شenders احطت ان يعفن هات اوكي الطريق دغري اخد ممش بهذه الاتجاه تذكرت شغلي اللي هي انه بدي عاني اندربانة عادية عشان يعني ادرك الوضع اذا راسبعت عند بلاتفمم جاته reincarnation ان ادرك الوضع اروح بسرعة قشرت وما يجي التنين علي يجي يضربني ويطيرني عبر العالم فبكون هاي مصيبة جد مصيبة مصيبة كبرى صراحة باعرفش قديش البلوكات الابعدها بعدها اضرب الاندربير الثانية بس احاول امشي على مسافة كبيرة اول واحد انكسف علينا بديش الثاني تنكسف علينا بنجلت انا وقتها الي خاطر اول ما اطلع بالبويم هذا نضرب كمان اندربير كل ما نمشي ملايه عادين ايش اسمه نحل وخلايا وشغلات جميلة ان شاء الله بالحلقات المستقبل نيجي نخدرنا من لقيت هذول خلايا بنخدهم سوينا منهم حركات بركات طيب ومنو انا بمشي خلينا احكيلكم شغل صارت معي في الماضي وتحفيزها للحلقة الجاي عشان احكيلكم القصة واشياء صارت معي في الماضي هاي اشي نبذة بسيطة يعني بس اشي بسيط جدا بسيطة ان شاء الله يمكن تاخد طول الحلقة هلا كان اما كان في قديم الزمان استاذ صهيب انا يعني واخوي الكبير وجيش اذكر اسمه يعني يمكن ما بحبش هادا الاشي وابن عمي كنا وحنا صغر شو نساوي تعب انتوا على البسكيلتات يعني البايسيكل الدراجة الهوائية معاوش اش بلسموه عندكم بصراحة فشو كنا نساوي نروح عند الجيران يعني كون بالحارة في عندنا اكتر من بيت نروح البيت الاول صهيب دورك ترن الجرس نرن الجرس ونشرط حلو؟ يجي دور اخوي يرن الجرس ويشرط دور ابن عمي يرن الجاس ويشرط بس شو بيش عكو البيت ركزوا نفس البيت نضلنا نضرب الجرس عليه يعني اذا لما يطلع صاحب البيت يطلع فش حدا يرجع جوه البيت مين 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 اللهي ما في حدا يا صديقي واللهي احنا منلعب معاك هذين بس منرن المنشرط كنا مزعجين والله صح في لعبة اسمها اجار المزعج اجار اسمها هيك اجار اجار الي هو هذا اجار المزعج اوكي احنا هيك كنا والله خلاني نزلت الاندربير اوكي لا لسه فيه لمشي لقدام اعطني اياه تكفى 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 حبيب قلبي حبيبتي اللهي رض عليكي فاللي صار شمات الخير انه اخوي وابن عم اتفق علي اخوي اتفق علي سبحانه شايفين كيف يعني ونعمل اخوة ونعمل اخوة اكبالية بالمية هلا اخوي اللي صغير مصطف اتطلع بروفح كيلو وعا تحكيه اولا بدعص بطمك بعدين وقالك جد بحكي معك ها كيف بس هنا اهدد فيه بالمقطع عشان تعرف انه تحديدات طيب يعد عائل اخوي والمام اللي سووه انه حكولي سهيب انت روح رن الجرس واحنا بيجي دورنا بعدين رنت اول مرة بحكولي سهيب لأ روح رن كمان مرة بس شو ضلق ضغط على كبسة الجرس فاللي كان صاير انه اخوي وابن عمي كانوا مفاكرين في هذا الاشي انه ممكن احتمال كبير ساحب البيت يكون ورا الباب وبيستنى انه حد يضغط الجرس وانه يضغط يطلع له فاللي صار اضغط انا اسمع صوت الجرس احب صوت الرسم كان يزنزن عليه عراسهم فطلعه للزلمة امسك البسكليت واشرت تعال ويصرخ اللي تعال كان ضربني اه بس يمكن اقول له ولا اضربها لك يعني تضربني اجيب لك ابوي يدعس بطنك اخ هاي يعني مغزة منها ونام الاخوة يعني شايفين كيف عشان كونوا عارفين خلا نضرب واحدة ثانية ونشوف لا هلأ بتمشي لقدام خاص بي الله خلاص وين البوابة الهند بدي بوابة الهند ايش معه؟ طيب منو احنا صغار يعني بحكي لكم شغلات و احنا صغار صارت بنفس الجيل بنفس العمر و انا كنت فيه كنت اسوي شغلة جدا يعني مستفزة صراحة لو انا هلأ بالمخ هذا والتفكير هذا و انا صغير برجع اسويها برجع اسويها ليش؟ لا والله هي فكهية بس يعني اللي تأدب هي هي اللي تأدب يعني دربعكم اقعد سووها دربع لكم يسودوها اكتبوها تحتو التعليقات انكم سووينها ولا لا يعني نشوف انتو أقللين ادب كنتو زي ولا لا الله هياخذك و اليه اعدها عاليا نروح نتبع تنينه بعدين يجي تفهم معك اللي سويته جمعة الخير يعني جراننا الباب بالباب يعني جراننا هلأ هم يعني بيتهم جن بيتنا والزالة من بشوفه كل يوم يعني من فترة فترة بشوفه يعني و انا صغير شويت؟ والله نذر كنت والله نذر يا صحيب كائن انت حصبي الله نعمل كده اللي سويته جمعة الخير كان عنده في سيارة والسيارة شريهة جديد تخيلوا سيارة شريهة جديد ello يمكن اسبوع اسبوعين شهر السيارة والزالة من بشو صغير يعني كبر بالعمر يعني عنده ولاد ولاد و صحابي فهمتو كيف؟ يعني.. أنا كنت.. يعني.. سويتها دونيش اللي أسيدهم فهمتوا كيف؟ فاللي سويته.. حصبي الله أنه عنو كيلي صعب أنطق الجوهر، أنطقها للجوهر أنا عارف تحمسته والله.. أحكيها ولا أحكيهاش؟ إلي خاطر ما أحكيهاش مش حكيها أحكي لكم إياه للحلقة الجاية يعني.. شاهدين كيف؟ أحمسكم للحلقة الجاية صحيح ما شاء الله دكي يعني تعطيهم بتشويقات أنا أبرجيكم أنا أبرجيكم ونخليكم تجيون الحلقة الجاية حطوا لايكاتها بمشي ستلاف؟ أنا أقصتوا ستلاف والخمس.. لا والطماصوا هي بستلاف كتير خمس تلاف أنا آسف أنا جوازت حدي خمس تلاف لك بيوم واحد خلالها 12 ساعة تقريبا أنا أستي الحلقة فهمتوا كيف؟ عشان يعني نتضارك الموضوع أنا خوفي أني مشيت كتير والبوابسات وراي وينها وينها؟ وينها؟ ها؟ ضربت اندربين اختفت والله عرفت والله عارف ارجعيلي ها؟ حبيب تقلبي العين رجعت لورة يعني البواب هنا أنا مرع عنها فكتير ممتاز يعني جدا قريبة ولك شو بد؟ إلة أدب هي إلة أدب وإنت كمان إلة أدب نلع يعني هلأ هي هون البوابس صح؟ 90% 90% شوفوا شوفوا الحركة أنا أتوقع أنه فوق شجرة هاي أتوقع مجال توقع لأنه هون رجعتني وهون ودتني هون معلاته هون السنتر تاها أوكي لسه لقدام حبيبي إحنا رجعين كتير لورة مستحيل مستحيل لازم تكون أقرب تعال تعال حبيبي ألبي والله جيت والله جابك تعال 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 دولك قصة جميلة جدا 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 أهم إش ما تعمل تليبورت ها؟ إلة أدب بدناش والله عارف والله عارف والله عارف إلة الأدب بتاعته هاي المشكلة مشتت آخر ضربة هاي مشكلته المفروض هون وين راحت اختفت أشوف هيك والله لحظة مخي شكلوا جوه جوه الدارك هاي جوه غابة الدارك هاي أتوقع هون هاي الثاني أختها لقيتها على البحر 90% 90% إذا ما أخب ظني سهايب هي تقريبا في المستنقع معنى بكت مي معنى بكت مي هم اشي هادا بكت المي والله دخلنا عمان شافت والاند هيها يا سلام والله توقع اجم حلو يارب نلاقي البوابة سريع في كمان مكتبات اذا لقاهم مكتبات والله كتير ممتاز بتساعدنا يعني نسوينا مكتبات كتيره او نجيب مكتبات كتيره لقيت المكتبات قلتلكم عنها وخلاه نجمعهم السلك تاتش اهم اشي يعني اهم اشي عندي سلك تاتش شان ناخد منهم عدد كبير اتوقع داخد الاستاكين كفاية اتوقع انه بكونوا كفاية الاستاكين هدول ونجبت الاستاكين ونطلع لو عندهم فوق ما في طريقة نطلع لانه مكسر كل شيء خلاني يجيهم منهم مرحبا في اشياء ستانى انا بعرف يعني المفروض هايوا هايوا اللهي شغلاتي معافني يا عدد بعطيني طب البوابة الاند يعني نعم صحيح انت واخيرا انتا الى انتا واخيرا والله واخيرا واخيرا وليس اخرى نشوفها يا جمهة الخير اتوقع اموري انا هون مثلا عن سبيل المثال طفي هدول اول اشي عشان ما نجيبش العيد فيهم بدي اعملي هون الشيك بوينت يعني اسويل السرير وحطه هون عشان يعني ازل سمح الله يعني انفجرنا متنا اشي نعرف نرجع على المكان هذا حلو حلو وبدنا نسويلنا كمان الاستاج شيست هدول بعدين منيجي منخدهم شافل ما بحتاجه بيكاكس تانى ما بحتاجه سيف تانى ما بحتاجه نخلي معنا الاكس حتى لا اكس خليه معنا بحتاجه الاكس اتوقع هيك اموري تمام ممتازة بس علي انا اسوى عدد اسرة ممتاز ان شاء الله دول اسرة يكفوا بس احط الى البلوكات وحط السرير احط البلوكات وحط السرير هلا خلاله نحط العيون معملنا تشيك بوينت ايوه شافوا حطين العين انتين حططنا والله ان شاء الله منيح حططنا يا جمهة الخير نقول بسم الله ان شاء الله نعمله ونجيبه صح الرصبان الى بأس فيها ومنيحة صراحة انه جزيرة فوقنا جاي فهذا اشي جدا حلو عشان يعني التنين ميجيناش والله خلاله نطلع للتنين اول خطوة معروفة جدا ويمكن اعملها سكيب هاي انها كسر الابراج تكسير الابراج جدا سهل بعدين على التحدي ثبعنا الرئيسي كسر كل الابراج هلا ادامل حركة السرير والصوت طب جدا متعج ابلع بس ولا كلمة تعال نحط السرير بالعرض نعمل هيك ونعمل هيك ونيجي من هون كليك كمين جي جي لا مش جي جي ها 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 ايزي نوب بس ليه طيرني انا كل حركة بدي طيرني فيها هلاش زي هيك بكون اشي جدا مأساة والله يه لف وجهه علينا الحيوان هلا طعب بعيد طعب بعيد قد نظر هل ازاده ��خوص ها ها Cindy Enfї لما ستوقف كل من يجب اطلب بهذا الشكل نتضارك الوضع شكرا لقد اتباطك انفجار اتباطك انفجار اه! ما طيرني! ما طرت هالمرة! اوكي! حلو حلو! حلو! جيد! 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 تنين! تنين مؤدب صاير! تنين يعني كيف حالك بس يعني! وقت الاكل صهيب هلا! وقت الجوع! ايوه! ها! ما ادمج كأنه ما ادمج! صح! كأنه ما ادمج بالمرة! شو رأيكم اجهز له عدد اسرة! جدا ممتاز! عشان مرة واحدة نوعد مفجر في الحيوان! التنين هذا! اوكي! زيت حطط لي ثلاثة اسرة! ان شاء الله ما ينفجروا ويكسروا علينا يعني! بطلين زي النوب! جاهز له 4 اسرة فعليا! صار عندي 4 اسرة عشان اول ما انزل! ايزا طيرت يعني! عطول! ايجي حطع سريتان! ادغط كليك يمين! ابلع! اه! طيران هذا خفيف! بس يعني عادي! او سريتان فجر! اوكي! وابلع! ابلع! ابلع! لا! 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 اوكي! اريد مارسل… اوكي! اعا! ابرج كلمات! اتدبTP! قريقة مَا! انت كل المرحة عن مرة… تيري العاقور! اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة